سبع ورش عمل يقدمها مهرجان الشباب للأفلام الذي يقام للمرة الأولى في جدة تهدف إلى رفع الكفاءة السينمائية وتطوير صناعة الأفلام للراغبين والمهتمين في هذا المجال من الشباب ورش العمل التي جاءت بعناوين مختلفة ركزت على إيجاد أرضية خصبة لصناعة أفلام سعودية ذات فكر ثقافي ورؤية فنية اليوم تمت مناقشة المؤثرات البصرية في صناعة الأفلام من خلال عرض العديد من الأفلام العالمية كحالة للدراسة معرفة أنواع المؤثرات البصرية في صناعة الأفلام أهمية المؤثرات البصرية من حيث التكلفة من أهم ورش العمل التي قدمها مدربون مختصون تلك المتعلقة بكتابة السيناريو وكيفية تسويق الأفلام وتقنية الرسوم المتحركة المهرجان عرف تواجدا لمدربين قادمين من دول عدة من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وماليزيا ومصر إنها فرصة جيدة بالنسبة إلي للتواصل مع الشباب ومشاركتهم بمعرفتي وخبرتي خصوصا في مجالي وهو التأثير البصري والرسومات المتحركة وهم يتجاوبون بشكل جيد 14 ساعة من التدريب وتطوير المهارات ضمن ورش العمل السبع يقدمها مهرجان الشباب للأفلام بغية تحقيق رصيد فني سينمائي سعودي يتناسب مع الإرث الثقافي المتنوع للسعودية نواف القثامية العربية جدا